اشتركوا في القرآن وهم الراسخون في العلم بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله ولذلك في حديث الثقلين المعروف المتواتر الذي رواه الفريقان رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يذكر القرآن ويذكر عطرته أهل بيته يقول وإنهما لن يفترقه حتى يرد علي الحوث القرآن وأهل البيت لا يفترقان وحتى في بعض الأحاديث قال كهاتين وجمع بين سبابتيه لا كهاتين لأن الوسطى أطول من السبابة زيان؟ فلذلك الوسطى تفترق عن السبابة بسنتيمتر أو سنتيمترين الرسول صلى الله عليه وآله أراد أن يقول إنهما متساويان من كل الجهات بل هو آيات مبينات في صدور الذين أوتوا العلم فأشار بإصبعيه هكذا لا افتراق أبدا أي مكان أكو القرآن أكو أهل البيت وأي مكان يوجد أهل البيت يوجد القرآن هو يصدقهم وهم يصدقونه هو يدعو إليهم وهم يدعون إليه هو يبينهم وهم يفسرونه وهذا ما سنأتي عليه إن شاء الله في حلقات قادمة وسنبينه زيان سنة الرسول صلى الله عليه وآله كيف وصلت إلينا؟ السنة الصحيحة لم تصلنا إلا عن طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وإلا إذا أنت تروح في غير طريقة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تشوف عدهم القياس الاستحسان الرأي لأن النصوص الدينية عن رسول الله صلى الله عليه وآله قليل وصلتهم لماذا؟ لأن أولا كثرت الكذابة على رسول الله صلى الله عليه وآله كثير من الأحاديث وضعها الحكام الجائرون أو عاظ الصلاطين وأيضا منع تدوين الحديث أكثر من تسعين سنة من بعد وفاة الرسول منعه أبو بكر إلى زمان عمر بن عبد العزيز في حوالي سنة مئة في زمان عمر بن عبد العزيز فتح باب تدوين الحديث جزئيا فكثير من السنة راحت ولكنها حفظت عند أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هنا أكو في كتاب البخاري الصحيح عنده العامة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديث عن أنس بن مالك وهو أحد صحابة الرسول صلى الله عليه وآله هكذا يقول يقول لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيعت يعني بفترة قليلة بعد وفاة الرسول بحيث أن أنس بن مالك كان حيا من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله يقول لا أعرف شيئا مما أدركت يعني كل شي غيره إلا الصلاة وقد ضيعت كل شي تغير بسبقت الصلاة وصلاة مضيعيها لا يأتون بها بالشكل الصحيح الذي كان يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وآله هذا كتاب البخاري صحيح عند العامة في باب تضيع الصلاة عن وقتها الآن كيف تصلي كيف تتوضأ كيف تغتسل كيف تصوم كيف تحج هذه الأمور تفاصيلها بالكيفية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله بيّنها الأئمة عليهم الصلاة والسلام الأئمة من أهل البيت فسنة الرسول حفظت عن طريق الأئمة من أهل البيت لا عن طريق غيرهم لذلك في حديث الثقلين الرسول يقول إني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي في الصحاح الستة لدى العامة خمس مرات هذا الحديث متكرر بألفاظ متقاربة زيان بعديا إجا ووضعوا حديث كتاب الله وسنتي وهو حديث لا سند له وضعيف هذا الحديث بل موضوع زيان لماذا الرسول قال كتاب الله وعترتي ولم يقل كتاب الله وسنتي لأن السنة محفوظة عن طريق العترة فعندما يقول تركت عندكم كتاب الله زيان موجود الكتاب وعترتي العترة هي التي حفظت السنة وبينت السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله موسيقى 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 موسيقى